توفيق عنده قدرة عالية على المراوغة وتعبئة الإطارات بما أنه نرجسي لا يحب من يناقشه أو يجادله معتقدا بأنه أذكى وأعلم الناس كما أنه قام بصناعة عدة أحزاب تتحرك بإعاز مثل حزب العمال عبر رئيسة الحزب لويزة حنون بحثها إلى رئيس الأركان غيت صالح للدفاع عنه وطيلت مدة اللقاء يحكي أنه لما ذهبت لويزة حنون إلى توفيق والذي دام حوالي ثلاث ساعات ونصف بقية لويزة حنون مستميتة في الدفاع عن توفيق في محاولة منها للتأثير على فريق غيت صالح لتغيير موقفه تجاه التوفيق هذا الكلام كان في 2015 و2016 يعني ليس في هذه الأحداث 2019 هنا رأي يروينا كيف كانت أرسلها وموجودة في الإعلام بالمناسبة كان الإعلام أن ذاك ناقشها بشكل طويل أو ذكر لويزة حنون تلتقي رئيس هيئة الأركان وفي لقاء مطول إلى آخره الآن يقول لنا وش كان هذا اللقاء؟ طبعا أن ذاك الصحافة هذه الزجدورو كما يسموهم ما جابوش حقائق مضمون لماذا ذهبت رئيسة حزبي لقائد الأركان ما العلاقة يعني؟ وفي اللقاء الذي دام حوالي ثلاث ساعات ونصف بقية لويزة حنون مستميتة في الدفاع عن التوفيق في محاولة منها للتأثير على فريق غيت صالح لتغيير موقفه تجاه التوفيق لكن بدون جدوى لأنها تعلم خلفية الأحداث آنذاك حيث كانت فترة حكمه لجهاز المخابرات فترة دموية بدأت باغتيال بوظياف بخطة خبيثة مع خالد نزار حيث كانوا ينون قتله عند القايد صالح في وهران عندما كان قائدا للناحية العسكرية الثانية سنة 1992 لكن القايد صالح تفطن للمؤامرة وقام بجمع ضباط الحرس الرئاسي في قاعة السينما للناحية العسكرية بوهران وأغلق عليهم القاعة وأخذ المفتاح وقام بحماية الرئيس بوظياف بواسطة عسكريين ودركيين ينتمون إلى الناحية العسكرية بوهران لكنهم أسروا على قتل بوظياف في الحقيقة هنا ذكرنا بالفعل هنا مواقعة حدثت في عين توميشونت توميشونت كما تعرفون هي مدينة في الغرب الجزائري وهي تابعة لناحية العسكرية الثانية بالفعل حقيقة وأعتقد أنها حدثت في ماي 1992 تفجرت قنبلة على بعد أمطار من بوظياف وكانت محاولة اختيال لكن اللي حدث هو أن لفجر القنبلة كان المفروض فريقي فجر القنبلة شخص أو اثنين وآخرين يطلقون الرصاص على بوظياف حسب هذه الرواية يعني انتعبون ويرع لكن الجايد الصالح قال اكتفطنا أنهم كانوا صحيح أن يقتلونه لأمن الرئاسي حرس الرئيس لما وصلوا إلى المنطقة قام بإغلاق وضعهم كلهم لأنهم وصلوا بوظياف وصلوا الوهران وبعد رحوا إلى انتموشنز فحطهم في سينما بتاع الأمن الرئاسي وضباط الأمن الرئاسي كلهم حطهم في سينما وغلق عليهم الأبواب واخذاء حراس آخرين من الدرك الوطني لحراسة بوظياف ولذلك لما فجرت القنبلة كالمفروض تصبح كما في عنابة يتم تفجير القنبلة يقع الناس ما تفهمش والسطران في جار ثم يقع إطلاق الرصاص على الرئاس ناشى يومها بالضبط بوظياف وهذا موجود تاريخيا نستطيع الناس أن يبحثوا عنه عن قنبلة عين تموشنز اللي كانت فيه اعتقادي إما في ماي أو في بداية جوان الف وتسعمية واثمين وتسعين هل نكملكم فقرة صغيرة اللي هي يتحدث فيها على اغتيال بوظياف في عنابة يعطينا إشارة لكنهم أصروا على قتل بوظياف في الزيارة المقبلة في عنابة حيث حضروا الملازم بمعرافي للرمي بالرصاص على بوظياف في عنابة وبعد قتل الرئيس يقوم ضابط آخر بقتل بو معرافي للطمس الحقيقة وقتل القاتل وبما أنه لم يصب بو معرافي في الرصاص الأولى تفطن بو معرافي وهرب إلى الحماية المدنية لأنه لو ذهب للجيش لقتلوه وسلم من الحماية المدنية للشرطة بمحذر وهو ما تعذر قتله ما تعذر في قتله وإلى يومنا هذا يطالب بو معرافي عبد الحق بو معرافي بمحاكمة بحضور الصحافة لشرح المؤامرة وكيف ورطوه في القتل وهذه صحيح طيبا لأننا نعرف أن يوم اطلاق الرصاص وهذه موجودة في الفيديو اطلاق الرصاص تاع في 29 جوان 1992 في عنابة كان هنا اطلاق الرصاص وسقط بو ذياف لكن ظل يطلق الرصاص يمشي يسمعوه الناس ولذلك البعض كان يعتقدون أن القاتل كانوا اثنين كان واحد لهو بو معرافي يقتل بو ذياف وإذا ما استطاعش يقتل واحدة أخر مقابل له لكن الآن يعطينا صورة هذه على الأقل حسب روية بو نوير أن اطلاق الرصاص فيما بعد لم يكن ضد بو ذياف وإنما كان لقتل بو معرافي وبالفعل بو معرافي هرب من المكان لأنه شاف أنه اطلاق الرصاص وهو المفروض مأمور يعني أمروه بقتل بو ذياف فشاف عرف أنه كانوا يقتلوه ولذلك هرب للحماية المدنية والحماية المدنية هي السلمة والشرطة وهذه واقعة صحيحة ودقيقة لكنه أعطانا إشارات إضافية على الأقل ما كنتش عارفها اللي هي ماذا وقع في وهران في قبل عنابة عندما وقعت تلك الواقعة في عين تمو الشنت والقنبلة التي انفجرت ولكن لم يقتل بو ذياف يومها وقالنا أنه في الحقيقة أن جايد صالح كان يعرف ووضع الحرص الرئاسي يغلق عليهم في سينما مما يؤكد من شهادة أخرى الآن وبعيدة كل البعد وهذه أول مرة نسمع الشهادة هذه أن بالفعل الذين جاءوا بو ذياف هم الذين قتلوها بالمناسبة لم يحضر لا وزير الداخلية ولا كبار المسؤولين ولا كبار الجنرالات للزيارة اللي قامها بو ذياف عنابة حتى الناس تفاجأوا أنا ذاك لماذا العربي بالخير جناعة العربي بالخير كان يومها وزير الداخلية وين هو رئيس الوزراء وين هو وزالي كبار جنرالات المخابة وين هم ما كانوش لم يريدوا أن يحضر القتل خاصة أنهم خوفين وجوبنا يخافوا لجي فيه مرصاصة وين كان بمعرافة الحقيقة لم يقتل إلا بو ذياف أعتقد أن فيه آخرين جرحوا جرح عدد من الناس خاصة بعد رمي القنابل لكن أعتقد أن القتل الرئيسي أربما الوحيد كان بو ذياف بكل أسف ألم هنا رواية فيها كثير من الحقائق اللي نعرفوها أو الوقاعة اللي نعرفوها لفين فاكتس هناك أشياء جديدة وقدمنا صورة هذه ليست الصورة الكاملة لما حدث في الساعات التي سبقت الإطاحة ببوتفليقة ولا الساعات اللي تمت لكنها مهمة جدا هذه الشهادة مهمة جدا